الكل يعلم أنه التغييرات المناخية وسببت قلة سقوط الأمطار قلة الغطاء الثلجي وبالتالي هي هذه الإرادات الحقيقية لحوضي دجلة والفرات وهذا النقصان في هذا الموضوع أدى إلى شحها على المنطقة بشكل عام وبالتأكيد التي تأثر هي دول المصب في هذه الحالة دول المنبع ستستأثر بالمياه ويسيد استئثارها بالمياه ورغبتها بخزن المياه عندما تكون هناك معالم شحة مياه مستقبلية وعلى مدى السنين القادمة تركيا مستأثبة بالمياه؟ نعم الإرادات التي تصل إلى الخزانات التركية بسبب شحة المياه وشعور الأخوان بالمنبع دول المنبع بأن هناك شحة والشحة قد تستمر بالتالي هذا صار دافع لهم ورغبة كبيرة بخزن المياه وإضافة إلى تغيير المناخي أصلا على عموم بلادنا قلة الأمطار وصار اعتمادنا بشكل كبير بالموسم الشتوي على الخزين الموجود الإرادات المياه التي تتحقق من دول المنبع إرادات ضعيفة متدنية بالتالي طيلة هذه الفترة الماضية كان هناك تعزيز من الخزين الموجود وخزانات وزارة الموارد المائية كان الخزين بال2019 خزين جيد خزين لا بأس بي ولكن استمرار الشحة لسنة الرابعة صار استنزاف ونقصان بالخزين إلى أن وصلنا إلى هذه السنة حقيقة كان الخزين متدني جدا الخزين أقل من العام الماضي على أقل تغدير وبالتالي صار لزام علينا أن تكون هناك ضوابط كبيرة استعدادات كبيرة للشحة وتقديم أولويات وتسجيل أوليات الموارد المائية والتي هي محصورة الأولويات حقيقة لمياه الشرب والاستخدامات البشرية الآن نعمل بشكل جاهد لتقليل الاستهلاكات والهدر اللي ممكن أن يصير بالفعاليات الأخرى لاستخدام المياه هناك مناطق ما بيها اللي قلت عليها لا مياه الشرب لا مياه الغسي لا الطبو أسألتون بها مناطق نعم حقيقة أحنا يعني اللي أقصد به مياه الشرب هو مياه الإسالات الإسالات للمدن مراكز المدن والأقضية والنواحي نحن عندنا جداول معينة اللي هو أيضا من الخطأ الكبير تم نصب قيام دوائر الماء بنصب إسالات محطات إسالة على جداول متفرع من شطة الحلة هذه الجداول معرضة للصيانة والغلق وخاصة في أوقات الشحة هناك مراشنة على الجداول هذه مراشنة مثبتة عندنا وأعتقد حتى الأخوان المدراء النواحي والأقضية يعرفون هذه المراشنة وبالتالي إحنا بالنسبة للأقضية والنواحي مراكز الأقضية والنواحي ملزمين أن نوصل ماء الخام إلى الإسالات أما محطات الإسالة والإسالات البسيطة المنصوبة على عموم جداول المحافظة وعموم جداول العراق بشكل عام حقيقة ماكو هناك إمكانية لإيصال المياه بشكل مستمر وأنها ما تعتمد على فترة المراشنة اللي خاضع إلها الجدول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر